موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرة الحظر بكم أحباء في قناتكم إيكو جديد المستوى الرابع رياديات مراجعة درس الأسبوع الثالث إلى الوحدة الأولى الأسبوع الثالث مراجعة أحسوا دهنيا هاتشي كابل تصبع للجنة أجلزه في دقيقة هذه المسائل لا ترى دزل المرحلة هذه ترى 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 صحيحك ثم أجلزه العمليات التالية عدد مكون من الرقمين ثم هذا 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 أجلزه على الجنة نشاط الأول هو أجلزه العمليات ترى 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 تر 300 ألف زائد 50 ألف زائد 700 زائد 80 زائد 1 هنا 500 و 7 ألف 507 ألف و 15 ثم هنا نكتب هنا 600 ألف زائد 200 زائد 90 هنا 400 ألف 603 صافي ها كذا ها تنسى نجزهم ها تنسى نجزهم دائما كيفية كان نصحكم اضعوا نجزوا العملية التالية ديلة عملية الدربية صافي شوية يختم الراسك بالدرب دائما لا ننسى نبغي بشي العشرة ديلة نقطة 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 هنا كذا اللي كان هيا نقطة لتحت لتحت نحن المسألة في غابتين 7560 شجرة منها 2750 شجرة أرزين والباقي أشجر السنوبر يقولون ما هي عدد أشجر السنوبر مثلا ما عدد أشجر السنوبر في الغابة إذا عدنا الكل وهذا الغابة 750 7560 شجرة هو الشارطة نقطة في الشارطة الشارط هو الكل والجزء الذي لدينا عدد أشجر الأرز هو 2750 وصنوبر ما غروفها نقدر على متسيفها نكتب الأشجر السنوبر ونكتبه متساوية ثم نكتبه عبارة الحل ستخجر المطايوس ونمثلها على المتسجر السنوبر نحدد العملية المناسبة ونكتبه متساوية الحل ثم نكتبه عبارة الحل إذا باية لا إذا نكتبوهم فهكذا عدد أشجار الغابة كلها هو هذا مجموع هو 7560 شجرة منهم عدد أشجار الأرز هو 2750 ثم عدد أشجار السنوبرية ما معروفهش ونبحتوا له وندروا عملية الطرح ف7560 ناقص 2750 كتاوي 4810 فعبارة الحل الحل هو عدد أشجار السنوبر في الغابة هو 4810 شجرة حسنا لو لا ينسى الفيديو تنسى لا يسمى الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر